ما هي القنابل العنقودية؟ لايك واشتراك وتعالى لنكتشف يعود استخدام القنابل العنقودية إلى ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية والتي كانت اسمها قنبلة الفراشة ثم أصبحت العديد من الدول تصنع مثل هذه القنابل التي يمكن إسقاطها من الجو وضربها عبر الراجمات وكذلك المدفعية وهي عبارة عن حاوية التسع للعديد من القنابل المتفجرة بداخلها وغالبا ما تكون هذه القنابل تحتوي على مواد شديدة الانفجار مصنوعة من مادة الثيرميتر متكونة من بودرة الألمنيوم وأكسيد الحديد الذي يكسبها مدة اشتعال تصل إلى 180 ثانية وغالبا ما تكون هذه القنابل تحتوي على فتيل يحدد انفجارها بقربها من الهدف تستطيع هذه القنابل تغطية مساحة تصل لمثل ملعب كرة القدم وخطوراتها تكمن في عدم دقتها وأنها تصبح ألغاما مع الزمن لعدم انفجار البعض منها